قبل ما اطلع فاصل عايز اتكلم عن اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكرة النهاردة واللي اصفر على العديد من القرارات خلينا اقولها لكم سريعا قبل ما نروح لفاصل توجيه الشكر لليه الجهاز الفاني للكرة الشاطئية وتكليف كابتن خالد لطيف بتقديم تصور كامل عن المرحلة المقبلة كمان طبعا دي لقطات من المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع النهاردة كمان اجراء كرة كأس مصر لموليد 97 غدا ان شاء الله يوم الاربع واللي هتشارك فيها 133 ناديو احنا عارفين دي كانت توصية من قبل الكابتن محمود سعد المدير الفاني لاتحاد الكرة ومسابقة جديدة من نوحة بالنسبة للنشئين وهي بطولة كاس مصر او لموليد 97 بتحديد كمان استعرض جاء المجلس الملف الخاص باستضافة مصر اللي بطولة الامم الافريكية 2019 واللي هيتام الاعلان على الدولة المنظمة يوم 9 يناير المقبل بسنغال في اجتماع المكتب التنفيذ الاتحاد الكرة احنا عارفين منافسة طبعا قوية اكيد ما بين مصر وجنوب افريقيا ان شاء الله الامور تستقر ان مصر هي اللي تستطيع في هذه البطولة كمان قرر اتحاد الكرة المصري تشكيل لجنة برئاسة احمد شبير نائب الرئيس وعدوية مجد عبدالغاني واحمد مجاهد عضوي المجلس لدراسة شؤون الافرع كمان من ضمن القرارات عقد اجتماع مجلس الادارة المقبل يوم 5 يناير وعقد الجامعية العمومية غير العادية يوم السبت 23 فبرايل القادم من اجل تعديل بعض بنود لقاحة النظام الاساسي وتعديل دوري القسم التاني بالموسم المقبل واخر قرار وهو الموافقة على احالة محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل لجنة القيم والله يكون فعونه بصراحة الرجل في مباراة طلاع الجيش يعني ظلم بشكل كبير جدا جدا من قبل حكم ابراهيم النور الدين اللي عنده اخضاء عديدة وعديدة لو قلنا نفتكر مباراة الاهلي والانتاج كمان يعني الرجل غير موفق اطلاقا لهذا الموسم فطبعا حيكون فيه تحقيق للكابتن محمد الطويلة طيب دي كانت ابرز اخبارنا النهاردة سواء اخبار النادي الاهلي وفريق الاول لقرات القادمة وبعد اخبار او نتائج اجتماع مجلس ادارة اتحاد القراء النهاردة بعد الفاصل نبتدي اولى فاكراتنا في حلقة الاهلي الليلة النهاردة من خلال استضافة طبعا الكابتن الكبير كابتن سديق الجمال لعب الاهلي السابق وعد لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة